قطاع البترول والثروة المعدنية المحرك الرئيسي للتنمية الشاملة يعد قطاع البترول والثروة المعدنية أحد أهم السبل لتحقيق التنمية الشاملة فهو المحرك الرئيسي لخطط تنمية الدول ونمو اقتصادها لذا تعتبر تنمية موارد الطاقة الأولية وإدارتها من أهم ركائز التنمية المستدامة في مصر من هنا حرصت الدولة على الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات الطبيعية من خلال تكثيف مشروعات الثروة المعدنية والبترو كيمويات وكذا رفع وتطوير كفاءة معامل التكرير القائمة وتحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها بالإضافة إلى التوسع في أنشطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع كما ركزت خطة التنمية التي تنتهجها الجمهورية الجديدة الضوء على المشروعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة والتي تضمنت مشروعات إحلال وتجديد المستودعات البترولية الاستراتيجية وتجديد وحدات معالجة ضغط الغاز وإحلال وتجديد نظم الأمن الصناعي وحماية البيئة بالإضافة إلى إحلال وتجديد وإعادة تأهيل الشبكة القومية لخطوط الغاز والوفاء بالاستهلاكات المطلوبة للوحدات السكنية والمصانع والشركات وعلى جانب قطاع التعديل يأتي في مقدمة المشروعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة إنشاء أول مصفات معتمدة للذهب بمرسى علم حيث إن الكشف التجاري في منطقة إيقاط بالصحراء الشرقية أفاد بوجود احتياطيات تربو على مليون أوقية من الذهب كحد أدنى ومن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات في الكشف المليار دولار هذا إلى جانب مشروعات تطوير المعامل المركزية وتوفير الاحتياجات اللازمة لتأكيد احتياطي خام الفوسفات بمنطقة وادي النيل كما تلعب التكنولوجيا الحديثة دورا رئيسيا في توفير الطاقة وزيادة الإنتاج وتلبية الطلب العالمي المتزايد على البترول والغاز وتحقيق الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية